بس كنت عندي شكويتين عايز اقولهم لحضرتك اه فبدال انا كنت عاملة حقن في العمود الفقري في الفقرة الرابعة والخمسة وبعد الحقن ده حصلت لي دخل وزي عدم اتزال ايوة واخدت رحت الدكتورين مخة واعصاب وعملت رانين عن مخة وقال لي مفيش شي حاجة بس انا دلوقتي بقالي شهري كامل والدخل مزالت موجودة اه وكنت بقعة بس حاجة واري ان انا ان انا بقع عمديا خلاص يعني بقيت فيه تزان بس الدخل مزالت موجودة اه دلوقتي بيحصل لي زي تسلط رجلي الشمال اه والرجلي بيقف خالص مع الصوت لغاية الرجبة ايوة بقعد بالضبط حوالي ربع ساعة احاول احرك في رجلي بقعد فترة كبيرة جدا على ما احاول افك شوية برجلي اقدر امشى ادوس عليها ايوة ايوة حضرتك سنك كم سنة انا عندي اربعة وخمسين سنة اربعة وخمسين سنة وحصلت الحكاية دي ما قلها اد ايه شاحل كامل اه وهو الحق للفقرات ولا كان للحبل الشوكي لا كان للفقر الرابع والخمسة اه هو طبعا حق للفقرات يعني خارج الجهاز العصبي ان الفقرات ده جزء من الجهاز العظمي او يعني من السابورتيف سيستيم اللي بيحاولين العصاب فلكن هو طبعا مفروض ان الدخل اللي حصلت لحضرتك دي او الاعراض اللي حصلت لحضرتك دي اعتقد ان فيه حاجة من اتنين يقام ما يكون نتيجة المادة اللي اتحقنت ساعات المواد دي بتاعها بالنعمة الحساسية في الجسم يقام ما يكون نتيجة ان حصل فيه ضغط على العصب على الشريان الخلفي للمخ الشريان الخلفي ده جاي طالع من الورطة من القلب وبيمشي في الرقبة من وراء ويطلع على المخ من الخلف فهذا الشريان ممكن انه هو في اثناء الحقن يكون تعرضنا للشريان ده الجراح اللي عمل هذا الحقن يكون تعرض للشريان ده وبالتالي حصل فيه ضيق في الشريان او فيه مشكلة في الشريان لازم الموضوع يتشاف كويس حضرتك ولكن هو غالبا لحاجة بسيطة يعني ما هو يعني 80% يكون احتمال من من مادة الحقن نفسها لان لو كامل الشريان كانت العرض حتبقى بعد العملية على طول في ساعتها يعني وارجو ان شاء الله ان كنت تتبقى كويسة وممكن تتواصلي معنا في القصر العيني نشوف حضرتك ونعمل اللازم يعني اشتركوا في القناة